الهم الأمني يتقدم مواقة الهم الانتخابي قطع الطرق يتقدم مواقة أيضا انقطاع الاتصالات السياسية الهادفة إلى تحقيق خرق في المشاريع الانتخابية هكذا يقفل الأسبوع على توتر مضبوط في بعض المناطق على خلفية جريمة وطل جوز كما يقفل على توتر سياسي غير مضبوط على خلفية الجلسة الأخيرة للجنة الاتصالات النيابية اليوم قطع بعض أهالي ليس طريق المؤدي إلى وادي الجوز ميروبة بالتوازم مع قطع أوتوستراد هادي نصر الله قطع طريق في بلدة العين البقعية وهي تحركات تؤكد من جديد ضرورة معالجة الأوضاع الأمنية حتى لا تتطور الأمور على الأرض ولسيما أن الأجواء مشهونة طائفيا ومذهبيا في ظل فتح بزار الانتخابات وتوظيف الطائفي للمعارك السياسية المتنقلة انتخابيا الأسبوع المقبل حاسم بالنسبة إلى مشاريع قوانين الانتخاب ففي الشكل ستختم اللجنة الفرعية أعمالها ويبدأ عمل اللجان المشتركة التي ستدعى إلى الاجتماع الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه أما في الجوهر فأن رئيس مجلس النوابن بهبر سيكون أمام أمرين لا ثالثة لهما إما أن ينجح في تحقيق خرق في اتجاه التوافق على قانون يجمع بين النسبية والأكثرية أو أنه سيكون أمام كأس مر لابد من تجرعه أي دعوة الهيئة العامة لتصويت على مشاريع القوانين مع ما يعنيه هذا الأمر من تحدي لبعض الفئات بالنسبة إلى مشروع اللقاء الأرتودوكسي في سوريا المؤيدون للنظام تجمعوا في المساجد للصلاة من أجل عودة الأمن فيما نزل المعارضون إلى الشوارع احتجاجا على عمليات القتل التي تحصل أما في مصر فالذكرى الثانية للثورة ظهرت ثورة مضادة إذ نزل معارضون رئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين إلى الشارع ما أدى إلى اشتباكات سقط فيها أكثر من مائة وعشرة جرحة الذكرى الثانية للثورة المصرية في هذا التقرير لمراسلنا هشام مهران الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير عنوان لانقسام الأمة المصرية في ميدان التحرير قوى ثورية ومدنية تهتف ضد هيمنة الإخوان المسلمين على السلطة وتطالب بإسقاط الدستور غير التوافقي نازل عشان أقول أن أعاوز انتخابات حرة ونزيحة وعاوز قوانين تضمن لي أن يكون فيه انتخابات تضمن تمثيل لكل أفراد الشعب المصري أما الإسلاميون فاختاروا الابتعادة عن ميدان التحرير ونظم الإخوان المسلمون مليونية تقديم خدمات خيرية للمواطنين والله أنا أظن أن الشعب تعب أنا قلق بعض الشيء من الألترس لأن ده شباب متحمس وهو ده شباب مخلص لكن المعارضة أو النخب المعارضة بمعنى أصح يعني لها أجندات أما الشباب ده فكل أجندته الرئيسية أنه عايز العدالة تقر وبينما يحاول متظاهرون إزالة الحواجز الإسمنتية المؤدية إلى وزارة الداخلية كرر الرئيس المصري تعهداته بالقصاص لشهداء الثورة معددا إنجازات حكمه فلقد حققنا حرية بلا حدود بفضل الله وإلغاء لحالة الطوارئ ودستورا قلص صلاحيات رئيس الجمهورية وفيما يحاول متظاهرون اقتحام مباني حكومية بالإسكندرية طالت الحرائق عدة مقرات تابعة للإخوان بالقاهرة والإسماعيلية كيف يبدو مشهد مصر بعد الثورة في عيون المصريين في لبنان فيما تحتفل مصر بالذكرى الثانية لنجاح ثورة 25 كانون الثاني وسط استمرار القلق على مستقبل البلاد جراء الأزمة السياسية الحادة التي خلقها الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي وما رفقها من تحركات مستمرة في الشارع لم يكن المصريون في لبنان بعيدين عن هذه الأجواء الانقسامية التي تسود الشارع المصري إن شاء الله الزكرة الثانية ستبقى احتفال وليس ستبقى أكثر من كده وأنا شايف فعلا إن الصورة بتحقق أهدافها بدليل إن احنا بدأنا ناخد خطوات جادة في الاقتصاد وناخد خطوات جادة في العلاقات الخارجية مع الدول المحيطة بينا وأنا شايف إن شاء الله صورتنا هتحقق أهدافها والله أنا موجود في لبنان ده أنا تاج للنظام السابق يعني مش أنا الواحدة يعني إنت لو رحت في أي بلد سواء لبنان أو غير لبنان هتلاقي مصريين لأن ده الحمد لله يعني مبارك سابننا ورسي كبير ربنا يعني دكتور مرسي عليه ما حقيتش هدف كله يعني زي رئيس محمد مرسي حدد مئة يوم ما يغير البلد أنا في رعي ما غير شيء بالعكس البلد في يوم أسوأ من اليوم اللي قبله وإن كانت المواقف السياسية مختلفة فإنما يوحد المصريين في لبنان حنين طالة إلى الوطن أنا مقترب نسبة يعني ما في شيء أصلا ندأوله لأنه هون العالم هي اللي مغربانا لهون هي اللي خلت نسبة بلدنا وإيجانا لهون أكيد إحنا لازم نعود بس مشان قضي طول عمرنا هون طبعا أكيد بدنا نعود بس إحنا أنا بتمنى نفسي بتمنى إننا نرجع لأي بلد أحسن من هون بتمنى بس اللي أنا شايفه دلوقتي بلد في كل يوم في النازل مثل زي أي بلد تاني مثل سوريا مثل هون أنا لو حققت هدفي ما كنت تغربته ولا كنت فكرت في الغربة من أساسه أنا لو مرتع ببلد عمر ما فكر في غربه المشهد المصري ينعاكس في لبنان توقع إلى مستقبل الأفضل يعيد إلى مصر مجدا غاب منذ زمن